السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أهلا بكم طلاب وطالبات الصف السادس ابتدائي أهلا بكم في مادتنا لغتي الجميلة أيضا أرحب الطلاب والطالبات المضمين إلينا من فئة الصم وضعاف السمع سوف نكمل أيها الأبطال بارك الله فيكم جميعا درسنا اليوم عن الأفعال الناسخة وعن الأفعال الناسخة الجزء الثالث معي في لغة الإشارة زميلة الأستاذة يسرى الشهري تساعدني في ترجمة الدرس أيها الأبطال نبدأ بارك الله فيكم الأفعال الناسخة كان وأخواتها الهداف التعريف بالأفعال الناسخة تحديد اسم الفعل الناسخ وخبره تمييز علامات الإعراب لركني الجملة تقويم اللسان باستخدام العبارات السليمة الخالية من اللحن إذن درسنا اليوم عن الوظيفة النحوية الأفعال الناسخة كان وأخواتها نستذكر بارك الله فيكم هذا المثال كان الاختلاف أمرا طبيعيا بين الناس فليس التوافق في الآراء شرطا احترام الآخرين المهم ألا يصير الاختلاف خلافا ويقال اختلاف الرأي لا يفسد لا يفسد للود قضية سبق تناقشنا حول هذا المثال وحددنا المبتدى والخبر وأيضا تحدثنا عن دخول كان وأخواتها ليس وصار على الجملة الاسمية وما طرأ أو وما حدث من تغير وكان تغير في الخبر مثل أمرا وشرطا وخلافا نعرف جميعنا أن الخبر في الجملة الاسمية مرفوع ولكن هنا أصبح حالته الإعرابية أصبحت منصوبة إذن تحدثنا عن هذه النقطة أيها الأبطال ولاحظنا الفرق أيضا استخرجنا من هذه الجمل المبتدى والخبر وهما الركنان الأساسيان في الجملة الاسمية فعلى سبيل المثال أبو بكر رضي الله عنه أول الخلفاء الراشدين نقف عند هذا المثال ونبين بعض الأشياء أبو المبتدى مرفوع على مترفعه الواو لأنه من أحسنتم الأسماء الخمسة نبحث عن الخبر هل هو بكر أم رضي الله عنه أم الآخر أحسنتم أول هنا فائدة أيها الأبطال أن الخبر لا يأتي مباشرة بعد المبتدى ولكن نبحث عن الكلمة التي تكون مرتبطة بالمبتدى وتتمم معناه وبنفس السياق مع الجمال المتبقية أتذكر وهذا ما كنا نتحدث عن أن الخبر هو الجزء المتمم الفائدة وقد لا يأتي أو وقد لا يكون بعد المبتدى مباشرة وهذا فيما يخص العلامات الأصلية والفرعية في الصفحة السابعة عشر كنا قد تحدثنا عن هذا هذا المثال وأيضا أثر دخول الأفعال الناسخة على الجملة الإسمية ما أثر دخول كان على الجملة الإسمية أثرها يبقي المبتدى مرفوعا كما نلاحظ في المثال في المثال الأول الصديق عالم أصبح كان الصديق إذن لم يختلف معنى المبتدى أما الخبر فقد أصبح عالم حالة رفع أما عالما حالة نصب أحسنتم أصبحا منصوبا إذن الاختلاف في الخبر أعود للأفعال المضللة بلون الأصفر في الصفحة السابقة فأجد أن لها أثر لفظيا على الجملة الإسمية أوضح ذلك كان وليس وصار نصبت الخبر أعيد قراءة الجمل وأستنتج المعنى التي أضافتها الأفعال إليها إذا قرأنا الجمل نلاحظ أن كان يختلف معناها في الجملة عن صار وعن ليس وبطبيعة الحال صار تختلف عن كان وليس فكان تفيد التصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي وصار تفيد التحول وليس تفيد النفي لذلك تسمى هذه الأفعال بالأفعال الناسخة وهذا الاستنتاج وهذا ما يهمنا كان وصار وليس أفعال الناسخة تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها قمنا بتطبيق عدة تطبيقات على هذا التعريف وهذا الاستنتاج وأيضا نستذكر أنه كان تفيد التصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي وصار تفيد التحول من شيء إلى آخر وليس تفيد النفي أيها الأبطال هذه الفائدة تحدثنا عنها في الدرس السابق الآن بعد أن نهينا استذكار هذه المعلومات المهمة وفي الدرس السابق قمنا بتطبيق بعض التدريبات المهمة في تحول أو دخول الأفعال الناسخة على الجملة الاسمية وما حدث من تغير أو تحول الآن الآن نقوم بالإعراب ونستفيد من هذا النموذج الأمامي ونبدأ بالإعراب استفيد من النموذج المعرب ليس الغش مقبولا ليس الغش مقبولا الكلمة ليس ليس اتفقنا أيها الأبطال وتعرفنا أنها فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح إذن هو فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح هذا إعراب هذا إعراب أيها الأبطال الفعل الناسخ الغش اسم ليس إذن يجب أن نذكر هذه النقاط واحد اسم ليس ثم الحالة الإعرابية مرفوع ثم علامة الرفع وعلامة رفعه الضمة إذن اسم ليس مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره تكون بهذه الصيغة الكاملة مقبولا خبر ليس النقطة الأولى أكتب خبر ليس ثانيا الحالة الإعرابية منصوب خبر ليس منصوب النقطة الثالثة العلامة الإعرابية وأقول وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إذن هذا هذا هي طريقة الإعراب لأفعال الخمسة عفوا لأفعال الناسخة وشاركوا في الإعراب كان الجو صحوا الآن لدينا نموذج نكمل ما ينقصنا لنخرج بإعراب جميل كان فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح لاحظ أيها الأبطال مبني على الفتح انتبه لهذه الكلمة مبني على الفتح الجو اسم أحسنتم اسم كان مرفوع الحالة العرابية مرفوع وعلامة رفعه ما علامة رفعه أيها الأبطال الضمة الظاهرة على آخره يجب أن أكتب هذه العبارة أو هذه الصيغة كاملة صحوا إذن اسم يأتي بعد الاسم أحسنتم خبر كان إذن خبر كان الحالة العربية منصوب وعلامة نصبه العلامة ما هي العلامة هنا الفتح الظاهرة على آخره واضح الطريقة أيها الأبطال جميل جدا بيودي منكم الآن إيقاف المقطع القيام بالإعراب بعد الانتهاء نعود ونرى الإجابة الصحيحة إذن بعد أنهينا الإعراب واعتمدت على نفسي سوف أقوم بالإعراب لكم وتصحيح الإعراب في كتبكم أيها الأبطال أعرب ما يأتي صار المجتهدون فاعلين في المجتمع صار ماذا قلنا فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح المجتهدون اسم صار مرفوع علامة رفعه أحسنتهم الواو لأنه جمع مذكر سالم فاعلين خبر صار منصوب خبر صار منصوب وعلامة نصبه اليال لأنه جمع مذكر سالم عندما قلنا أعود إلى الصفحة السابع عشر لنستذكر علامة الأصلية والعلامة الفرعية هذه هي من العلامات الفرعية أيها الأبطال في أحسنتهم حرف جر المجتمع اسم الجرور أحسنتهم وعلامة جره الكسرة لا بأس أيها الأبطال يقاف المقطع والتأكد من الإجابة ثم العودة إلى هنا أيها الأبطال وقبل أن نستذكر الأهم الأهداف بارك الله فيكم أعود وأبين بعض النقاط المهمة النقطة الأولى الجمل تنقسم إلى قسمين القسم الأول جملة اسمية القسم الثاني جملة فعلية ما هو القسم الذي كان معنا أحسنتهم الجملة الإسمية ما هي أركان الجملة الإسمية أحسنتهم المبتدأ والخبر ما هي حالتهم حالته الإعرابية الرفع الحالة الإعرابية للمبتدأ والخبر الرفع أما مسألة مرفوع على مترفعه الضم أو الواو أو الألف فهذا يعتمد على نوع الكلمة جميل جدا درسنا اليوم يتحدث عن الأفعال الناسخة نستذكر الأفعال الناسخة أيها الأبطال جميل كان ليس صار هذه من الأفعال من الأفعال الناسخة أيضا تدخل على أي نوع من الجمل جميل جدا تدخل على الجملة الإسمية الجملة الإسمية المبتدى مرفوع والخبر مرفوع إذا دخل عليها الفعل الناسخ ماذا يحصل أو ماذا يحدث أحسنتم يتغير اسم المبتدى إلى اسم الفعل الناسخ ويكون مرفوع الحالة العرابية مرفوع أما بالنسبة للخبر فيكون خبر الفعل الناسخ ويكون تغير حالة العرابية من الرفع في الأساس بعد دخول الفعل الناسخ يصبح أحسنتم منصوب إذن هذا أهم ما لدينا أيها الأبطال ثم تعرفنا على طريقة العراب الصحيحة كما كان لدينا في المثال السابق أيها الأبطال الهداف التي تحققت بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا اليوم التعريف بالأفعال الناسخة تحديد اسم الفعل الناسخ وخبره قمنا بتحديد اسم الفعل والخبر من عدة تمثيلة أيضا في العراب تمييز علامات الإعراب لركني الجملة ألا وهما المبتدى والخبر تقويم الإنسان باستخدام العبارات السليمة الخالية من اللحن المقصود باللحن أي الخطأ في هذه الأهداف أن نكون قد أنهينا درسنا اليوم آمل منكم أيها الأبطال مراجعة الدرس سوف يتبقى لدينا درس أخير بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل درسنا في الدرس القادم إلى ذلك الوقت استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته